حياكم الله دكتور أيمن حياكم الله لأسألتك دكتورنا زي ما بنعرف حاليا الأحداث في غزة ما زالت مستمرة ومعركة طفان الأقصى ما زالت جارية هل بتشوف انه من المناسب أو من المنطق نتكلم عن النفاق وشو علاقة النفاق بهذه الأحداث يعني الحمد لله شوف يا ابني يا معاد لو حبينا نسأل ونقول شو أكثر جريمة الشعوب متفقة على كرهها وحتى قانونيا عند الجميع عليها أشد أنواع العقوبات عند كل الشعوب تروا عند كل الملل الجواب هو جريمة الجاسوسية أو العمالة للعدو ما أحد بتعاطف معها القاتل أحيانا ربما يتعاطف البعض مع القاتل لسبب أو لآخر أما العمالة والجاسوسية فلا يتعاطف معه أحد السبب يروا أن هذا الجاسوس خطره على الأمة على البلد كلها خطر كبير جدا المفاجأ يا أستاذ معاد أن الجاسوسية والعمالة هي جزء من عمل المنافق مش كل عمله لا جزء من عمل المنافق لهذا أمر لا تستغرب أن الله عز وجل قال عن المنافق إن المنافق هنا في الدرك الأسفل من النار ما حد تحته أسفل إشي صيغة أسفل صيغة تفضيل ما في حدا أسفل من المنافق الإشكال الآخر في موضوع النفاق أن النفاق عبارة عن شبح المنافق لا يخرج ويقول لك أنا منافق لا 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 أبدا هو معنا ويصلي معنا من الطرائف أنه كان عبد الله بن أبيم السلول كل يوم جمعة يقف هذا رأس النفاق إمام النفاق كل يوم جمعة يوقف قبل خطبة الجمعة ويقول يخاطب الناس هذا رسولكم انصروه عزروه ويدعو مش بس يعني يوقف مع النبي ظاهرا لا ويدعو الناس إلى أن يقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام النفاق فموضوع الآن النفاق وأحداث غزة لا 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 فريضة الوقت أن نتكلم عن النفاق ومش فريضة الوقت أن نتكلم عن النفاق من عشرات السنين من مئات السنين النفاق داء قتال داء يذهب الدنيا والآخرة وشكك الناس في عقائدهم يمكن لأعداء الأمة من الأمة داء خطير جدا صراحة فأنا أرى أنه لا يعني ذات في موضوع الجهاد في موضوع الجهاد يكثر دورهم منافقين دورهم يكثر ويشتد في موضوع الجهاد لأن الجهاد فيه دفاع عن الإسلام المسلمين وعن ديار الإسلام المسلمين وهذا هو عكس مقصود المنافقين فإشي طبيعي أنه يكثر نشاطهم في هذه الأيام ومن الطبيعي بل من الواجب أن نتكلم عنه شوف يا معاذ أنا أزعم أنا أزعم أن الحال الذي وصلنا إليه اليوم من أهم أسبابه إغفالنا لملف النفاق والمنافقين وتكلم عنه كأنه ظاهرة تاريخية كان يمكان في قديم الزمان كان عبد بمزلول أبدا القرآن أعطاه حجب أكبر من ذلك بكثير نعم والله مستعد طيب دكتورنا النفاق قد ينظر الناس لإله أنه خرص مصطلح النفاق فقط يعني ليس له مثلا تعريف آخر فهل يوجد للنفاق تعريفات وصور أخرى يعني جميل النفاق هو يعني كما قال قسمه العلماء هو يقسم إليه نوعين النفاق الأكبر هو اللي حنتكلم عنه اليوم ترى اللي هو النفاق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر من جوه كافر مبرع من حاله مسلم ونفاق آخر يسمونه النفاق العملي هذا الأول يسمى الاعتقادي الثاني يسمى العملي العملي هو الوارد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وفي رواية أخرى أربع من كنا فيه وزاد عليها وإذا خاصة ما فجر هاي صفات المنافقين يسموني فاق عملي صاحبها مش كافر ما خرج من الملة لكنه على خطر وعنده معاصي لابد أن يجتهد في أن يتوبه منها وإلا طيب بخصوص المنافقين إحنا كيف بدنا نميز المنافقين عن غيرهم من الناس يعني هل يوجد لهم أساليب أو صفات معينة ممكن إحنا نميزهم عن طريقها يعني وهذا بيت القصيد أصلا إحنا إذا ما عرفناه صفات البنافقين أولا كيف سنحضر نحن من النفاق ما نقع فيه ثانيا كيف سننجو من مكائدهم ضروري نعرف صفاتهم وأساليبهم جدا ضروري فيه بس نقطة صيرة أبدأ جعلها شوية موضوع النفاق العملي والاعتقادي طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم سمى النفاق العملي نفاق مع أنه مش كفر زي النفاق الاعتقادي مع ذلك سمى نفاق السبب قال العلماء قال لأن النفاق العملي قد يؤدي بصاحبه إلى النفاق الأكبر ما دير بالك كما قالوا المعصية بريد الكفر فانتبه عندك صفات المنافقين طهرها وإلا ربما توجي بك إلى أن تصبح منافقا خالصا الله يعافينا ويعافيك موضوع الأساليب اللي سألت عنه نعم موضوع جدا مهم وإذا ما عرفنا هذه الأساليب حنضيع زي ما احنا ضيعين اليوم الأسف كثير من الناس ضيعين الأسف صحيح نعم ضع مستعان دكتورنا هذه الأساليب التي يقوم به طب المنافقين هل اختلفت عبر الزمن أم يعني زي يعني يتناقلوها من جيل إلى آخر ما شاء الله هم تناقلوها بالسلد الصحيح تواترا للأسف كابرا عن كابر بل صاغرا عن صاغرا شو كابرا عن كابر للأسف وأنا بتهيئني يا أستاذ معاد أن المنافقين اليوم يقرأوا كتب السيرة زينا يعني ما شاء الله لهم تخز العين ويقوموا بعملية استقلاص أساليب المنافقين القديمة وبيعدوها تماما نفسها يعني يعني مش مغالبين حالهم نفس الأساليب تقريبا تماما يا جماعة الخير يا أخي يعني سوي أبديت يا أخي اخلص اخلص في نفاقك نافق بإخلاص لا لا نفس الأساليب خذ مثلا الحين هتكر رحين بعض أساليب المنافقين هتشعر يا معاد إنه كأن القرآن الكريم تكلم عن المنافقين بعد سبع أكتوبر سبحانه إيش عجيب مثلا من أهم صفات المنافقين أنهم يوالون أعداء الإسلام والمسلمين وكفوا معهم سووا معهم تحالفات اتفاقيات تسهيلات كلام طبقوه سابقا والقرآن ذكره ونراه بأعيننا يقول عزم القائل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أولياء يعني مناصرين لهم لا يكون لكم مناصرين بعضهم أولياء بعض يعني هم محرين بساعدوا بعض بيدعموا بعض الآن الصواريخ التي تقصف في غزة ليست صواريخ صناعة من اليهود أغلبها تسعيف من أكثر صواريخ أمريكية ربما ألمانية صراحة وهم في هذا الأمر يتولى بعضهم بعضا المهم بعضهم أولياء بعض وَمَيْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ هذه آية رعب وَمَيْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ طيب فهو آثم؟ لا 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 ما قال آثم لو قال آثم بسيطة قال وَمَيْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ نعم أنت منهم بنصر القرآن الكريم دير بالك أنت الآن تلعى في منطقة خطيرة جدا شوف الآية بعدها أو في نفس الآية وَمَيْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ أَوَيْ يَقُولْ بَعْدَ ذَلِكُمْ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضِ حين جاء دور المنافقين يسارعون فيهم يسارعون في مساعدتهم والوقوف جنبهم والاستعانة بهم وتسهيلات لهم الأخيرة طيب ليش يا منافق؟ ما إلو حجة لا إلو حجة ترى نحن نفكر منافق بنافق بيقول لك طل حجة عادية سهلة عليه فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يقولون ليش طيب السارع ليش بالسارع فيه مساعدته والوقوف معه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نخشى أنه نقع فيه مصيبة وما أحد يساعدنا وهذول ما يساعدوناش وما نقدر عليهم وهذول الغرب يا جماعة الخير والحضارة الغربية ودي أمريكا ومنخفش من أمريكا منخفش من ربنا ومش قادهم إحنا لكن الحمد لله رب العمين أنه بعد هذا الكلام من المنافقين الله عز وجل يعطي بشارة يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله عسى من الله في تحقيق فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده طب لماذا إجت لفظ عسى في الحلوان سؤال دقيق عسى من الله في تويد التحقيق لكن الله عز وجل أورده كما قال المفسرون أولا ليعلم الناس أن هذا من فضل الله عز وجل وليس إجبارا على الله إيربالك هذا من فضل الله ثانيا حتى يبقى القلب متعلقا في رجاء لتحقيقي مضموني عسى مضمون الوعد الذي جاء بعد كلمة عسى حتى نشتحينا ونكون من أهلي عسى ها بعطيك أمل ها شتحي لك ها عسى فيه فرصة في اليوم الأمر جاءت كلمة عسى فعسى الله أن يأتي بالفتح فتحنا عارفين الفتح طب إيش معناه أو أمر من عنده فتح فهمناه أمر من عنده شو معناها قال العلماء أو أمر من عنده أن يأتي نصر من الله بلا أسباب منكم بلا تدخل منكم عجيب بلا قوة أنتم كنتم سببا لها أبدا سبحان الله زلزان دول المتحالفة الله يفارق بين قلوبهم ويدقوا بعض ويطحنوا بعض يا رب آمين يطحنوا بعض ها وجلطة يموت فيها ذاك المتجبر وذاك الظالم أمر من عنده فالآمل دائما بالله عز وجل حتى وحنا شفنا أوضع صاحب فهناك نصر له أسباب والله بشيرنا ما قلنا أو أمر من عنده بس إيش خلي القلب مع الله عز وجل والنعم بالله طب دكتورنا نجد كثير يعني هسا من الناس بانتقد في هذا الوقت المقاومة طيب هل هذا يعتبر من المنافقين ويمكن نصنفه من المنافقين يا سلام جميل أولا هو من صفات المنافقين إلى علاقة في هذا الموضوع التخذيل والتثبيط يعني مثل المنافقين الأول طبعا سأأتي لسؤالك بعدما أعطي المقدمة يأتي لسؤالك السؤال المهم الصلاحة الله عز وجل عندما تكلم عنهم وعلى لسانهم الذين قالوا لإخوانهم وقاعدوا لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعونا إيش ما قتلوا تخذيل تخذيل وإش تجاهدوا مع تخير الجهات سبب الموت الله عز وجل أعطاهم جواب يا أخي عجيب سبحان الله قل فاترأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين يعني الجهات هو سبب الموت طيب لا تموتوا يا جماعة الخير طبعا ما مو جماعة خير بسم الله أندي أحكي الله أستعال السؤال هنا سبحان الله الحكوا الكلمة هذه الحكوها الآن وين هم الآن ما تهم مشهد انتهى انتهى عليهم نهاية مساوية بل الله عز وجل عطى بشرة وغير البرمجة تعتعقون بغيرها ربنا سبحان الله عندما قال بعدها مباشرة ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أموات أموات طب وينهم يا رب بل أحياء عند ربهم يرزقون هذه الآية هو تتردره بالصراحة لطيف هذه الآية عجيبة قصتها عجيبة وهو بسنة صحيح الله عز وجل عندما من سشهد من الصحابة ودخلوا الجنة وشافوا نعيمها وفرحوا به الله عز وجل قال لهم تمنوا قالوا يا رب ماذا نتمنى ما نريده أمامنا فالله عز وجل طلب منهم طلب أكثر من مرة فعندما علموا أنهم لن يتركوا حتى يطلبوا قالوا طيب يا رب نحن نتمنى أن نرجع إلى الدنيا فنموت شهداء مرة ثانية طبعا بس طبعا حلو صراحة الله عز وجل ماذا قال له قال لا لا هذا الأمر ليس لكم لأن العودة إلى امتحان الدنيا انتهى انتهى امتحانكم مع مرتبة الشرف مع النجاح مع الامتياز أحسن نهاية كيف لا تكون أحسن نهاية وقد تمناها محمد صلى الله عليه وسلم يوم قال وقد ذو أن أغزوا فأقتل فإيش قالوا قالوا يا ربنا طيب يعني أخبر أهلنا كيف يخبر أهلنا عن ما رأيناهم من فضل الجهاد والشهادة حتى لا يكسلوا وقال الله أنا أخبرهم عنكم فنزلت هذه الآية رسالة من أهل الجنة نقالها الله عز وجل في قرآنه أوصلها لنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف رسالة في التاريخ لنتيد أشرف منها ولا تحسب أن الذين قلتوا في الموتها التخذيل من صفات المنافقين التثبيت لو نعلموا قتال اللي اتبعناكم يعني كل بسياثة مسرحية ما فيش قتال تثبيت طيب ممكن أحيانا واحد ينتقد المجاهدين ينتقد المقاومة أحب أسميه مجاهدين ترى بس حين نكي مقاومة عشان وسائل التواصل ما سألوناش حضروا بلوكات بصراحة النقد أولا من شروطه أن يكون في وقته الله عز وجل ترى انتقد من هم أحسن من المجاهدين اليوم أحسن من المقاومة الله انتقد الصحابة أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قال قل هو من عندي أنفسكم من عندي أنفسكم الله بحكي للصحابة بس ما تحكى لهم يا أثناء الحرب أثناء القصف أثناء الحصار والضرع أبدا أنت إذا وجهت النقد كان نقص صحيح طبعا يكون نقص صحيح أثناء الحرب أنت حقيقة شبهت المنافقين ترى لن يستفيد من هذا النقد إلا الأعداء إلا الصهاينة أعداء الأمة بس المجاهد مش فاضي لك ولا فاضي يسمع لك صريخ على رأسه نازله فإذا ما كان في وقته كان أداة من أدوات أعداء الملة وشبه المنافقين أمر آخر إذا جاء هذا النقد في وقته وجاء من شخص معروف عن الصراحة أنه يناصر الأمة يناصر الدعاء يناصر المجاهدين وانتقد العين والرأس العين والرأس لكن يأتي هذا النقد من إنسان 24 ساعة نقد للدعاء للمجاهدين للمقاومة ما له غير نقدهم هنا نقول لا أنت هذه الصفات منافقين يا صديقي هذه ليست صفات ناقد ناصح أمين طيب دكتورنا ذكر عبد الوهاب المسيري الدكتور رحمه الله عن مصطلح اليهودي الوظيفي هذا اليهودي اللي بيتخذ الإسلام كمتكة عشان يمرر أفكار هو مسلم ولكن يتخذ الإسلام كمتكة عشان يمرر أفكاره يعني خطط معينة خلينا نتكلم وتكلم أنه هذا أيضا يعني يمثل زي جنرال إسرائيلي ولكن نفس الوقت بتلاقيه بيصلي معك العيشة ممكن صوغه الله هو سأل جران الإسرائيلي أهون جران إسرائيلي يقول له صاروخ اليسين مختلف نرتاح منه صراحة هذا أسوأ هذا واحد يقول عنه يا أخي أنت تتكلم عن المسلمين وهو ليس مسلما نعم صداقة المسيري فيما قال هذول مكانوا مجدين ترام أيام دي مسلم لكن زاد 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 خطرهم خاصة في هذه الأيام بل أيام النبي صلى الله الله يش بحك عن هذول الجنرالات هذول شوف الوصف الدقيق القرآني في سورة الحشر الذين أنا متر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم إيش حكى ربنا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب مين هم المنافقين إيش يعني يقولون لإخوانهم تخيل الله بيحكي أنه اليهودي اللي كان أيام منه وسلم أخو المنافق لأنه خرجتم أنا خرجنا معكم ابشر يا طيب باستخدمها طبعا باستخدامها أنا أكيد ابشر يا طيب لإن أخرجتم لنخرجنا معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا والبحكين أنه لا ساعدوا الأعداء الإسلام لا مش هنرد عليهم وإن قتلتم لأن نصرنكم وشي مناصرة لأعداء الملة ثانيا الآية وصفتهم بإخوانهم إيش مؤلم جدا صراحة جنرات موجودين ويتجدد وجودهم في كل حين في كل لحظة للأسف طيب إحنا منشوف أنه النفاق أحيانا بيشتد وأحيانا بيخف طب اشتداد النفاق يدل على إيش هل له دلالة معينة مثلا شوف أكثر الآيات التي تكلمت عن النفاق ومنافقين هي تكلمت عن الجهاد أو في سياق الجهاد غالبا لأن النفاق وهذه فيها بشارة ترى فيها بشارة سبحان الله يعني قوة النفاق الذي نراه اليوم لا يخنون بشارة البشارة هي أن ما زال للإسلام قوة ما زال للإسلام هيبة نعم في وضع صعب صعب جدا لكن لو لا وجود هذه الهيبة للإسلام وللمسلمين أو بقايا هذه الهيبة لم اضطر أن يكون منافقا لكان كافرا صريحا لكن إظهاروا للإسلام وإخفاءوا للكفر لأنه ما زال هناك هيبة للإسلام والمسلمين فلهذا أمرهم وقت الجهاد بيكثروا لأن الجهاد فيه مدافعة وفيه قوة للإسلام والمسلمين فبضطروا يكونوا موجودين ما يظهروش كفرهم الصريح عشان يمشي مخططهم ففيها بشارة أخي الكريم أنه الإسلام ما زال فيه هيبة وشارة أن تزداد بإذنه تعالى نعم إن شاء الله طيب هناك كثير من المنافقين يعني فلن نتكلم يبررون نفاقهم ممكن أحكي لك أنه أنا والله بنافق يعني لطاعة فلان الفلاني مثلا يا سلام آه فهل فعلا فيه تبرير مثل هيك والله هذه من طريقتهم استخدام مبررات شريفة شريفة حلوة لغيات خبيثة يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من بنى بيتا بنى مسجدا أو بنى بيتا لله بنى الله الله بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد أمر عظيم ترى وفيه أجر كبير تخيل أن يستخدم المنافقون بناء مسجد يكون حرب على الإسلام والمسلمين غاية شريف الله أقبل بنى مسجد لا 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 بنوه مسجد ضرار بالعهد الأول بني هذا المسجد يكون ضد الإسلام والمسلمين والتفريق بينهم وهذا بسميها ممكن سيقوطب الله يرحب وسمها الظاهرة الضرارية مؤسسات وقد يكون فيها علماء ترى علماء لأسف لكنها ضرار ظاهرة واجهة إسلامية وما تستخدم به تبرير للظلم وللطغيان وتثبيط المؤمنين وتبرير لقتل الدعاء ولقتل المجاهدين هي ظاهرة ضرارية وليس فيها خير أبدا فالغاية الشريفة أو المبرر الشريف موجود عندهم عادي شف عندك مثلا موضوع الفتنة أنت لما تشوف إنسان خايف يقع بالفتنة والله ممتاز ما شاء الله أحسن أنا والله يخايف أفتن في ديني هذا إنسان يمدح ولا يذن يمدح أكيد كيف قد استخدم المنافقون هذه الغاية الشريفة أو هذا المبرر الشريف لغاية خبيفة عندما قالوا إذن لي ولا تفتني يا محمد إذنني أني أقعد عن الجهاد بلاش أنفتن أروح عند جاهد الروم أفتن بنساء الروم فأنا خوفا على ديني يا سلام شو معتنا والله يا أخي كويس خوفا على ديني يا محمد ترى دير بالك خوفا على ديني أنا ما بدي أجاهد يا سلام لكن الله عز وجل بين حقيقة الفتنة التي وقعوا فيها ألا في الفتنة نفسه موشرة إذنني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا سقطوا في فتنة ترك الجهاد في فتنة خذنان المسلمين في فتنة خذنان الإسلام في فتنة أن يكونوا مع القاعدين فتن وقعوا فيها وهي الفتنة الحقيقية إنما هم لو جاهدوا العكس الجهاد سيكون واقيا لهم من الفتن ألم يقول عز من القائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا فالجهاد من واقيات الفتن وليس من أسباب الفتن لكنها تعمل أبصارك تعمل قلوب التي في الصدور الله يعافيني ويعافيك أشوف كمان غاية شريفة كمان عندما أمروا بالجهاد في بعض الغزوات قالوا إن بيوتنا عورة يعني إحنا مش إحنا الإسلام هرنا بالستير ويا ستير نحكي إحنا والله مستر عوراتنا ندعو الله في أذكار الصباح والمساء أستر عوراتنا طيب يا محمد صلى الله أنا أريد أن أخرج معك للجهاد أنه بيتي ميكشف بسير عورة فهربنا قال وما هي بعورة الحقيقة إنه جلوسك عن الجهاد هو الذي يفتح الباب لعوراتنا بل من تهكت عوراتنا إلا بعدما تركنا الجهاد وتركنا الدفاع عن الإسلام والمسلمين عندها حقيقة كشفت عوراتنا وسوآتنا للأسف الله يستعب دكتورنا إحنا ذكرنا بالنفاق العملي إنه إذا حدث كذب هاي أحد مظاهر الذي يمارس النفاق العملي طيب في يعني إحنا نحكي بالأسليب والصفات كثرة الحلف الذي يكسر من الحلف في هذا الأمر الله يعني بصورة التوبة شوف كم رأي يحلفون يحلفون كثرة الحلف ماركة مسجلة المنافقين ماركة بيحلف برتين ثلاثة والله 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 وأنا أمين أوي وصادق أوي دائما اسمع يشهدوا الله والله شوفناها قدامنا يا أخي عجب قلت لك أخي ما عندهم أبديت فيش عندهم إخلاص النفاق الله يصلحنا جميعا الله يشبحك عن المنافقين قال ويشهدوا الله على ما في قلبه طبعا هذه عند بعض المقال هي كفر إنه قلبك في كذب وتشهد الله على هذا الكذب قد يصل أمر إلى الكفر منافق عنده لا أشهد الله على ما في قلبي وهو يعرف أنه كذب وأشهد الله على كذب ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام والله 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 وأنا صادق أوي أمين أوي وهو نافق درجة أولى مع مرتبة القرف للأسف يعني فنعم من صفاتهم كثرة الحلف وتسويق بضاعتهم السيئة بالحلف وعلى فكرة مش بس كمان حلف يعني الكلام المعسول الله بحكي ويقوله تسمع لقوله إذا حكم اسمع كلام حلو قد يكون عنده سجع قد يكون عنده سلوب مؤثر يا رجل قد تدمعين وحيانا ممكن لكن هذا أمر مغير بحقيقة أنه منافق الله عافية طيب إحنا ذكرنا أنه المنافقين إلهم أسليب وإلهم صفات طيب لابد أنه إحنا نعرف نتعامل مع المنافقين بحيث نمنع أنه ينتشروا قبل ما نجيب على هذا السؤال فيه أسلوب الأسليب للمنافقين الآن يطبق بشكل قوي اللي هو التفريق بين المسلمين التفريق يعني في العهد الأول المصار فيه خلاف مشكلة بين أولا من الأنصار أولا من المهاجرين وقال حسين فيه مشكلة كبيرة الصراحة لكن النبي صلى الله عليه وسلم متى يتجاوزها وصل الخبر إلى رأس النفاق عبد الله من أبيب السلول ماذا قال قال بكر المثل سم من كلبك يأكلك هذول مهاجين أجوا عنا هذول أجيين على بلدنا يأخذوا بلدنا هذول منطق مخيف منطق نسمعه للأسف نسمعه أنه بخلي المشكلة مشكلة مهاجرين مشكلة لاجئين هذه مصيبة المشكلة مش مشكلة لاجئين ولا مهاجرين هذول إخوانك هذول المثلمين البعض خلي المشكلة أنه بلا يصير فيه تهجير طب شو الحل يموتوا هناك يعني الخلاف على مكان المقبرة والمقبرة تكون في مصر ولا في غزة تكون في الضف ولا في الأردن شو الخلاف للمريض هذا يا جماعة الخير نرجع له بيبن سلول إش قال قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل إحنا أهل الأرض وإحنا وإحنا هذا خطاب رأس النفاق هو لو عرف لأدرك أن جنسية المسلم عقيدته للأسف الدولة الوحيدة في العالم فيما أعلم فيما أعلم التي تطبق هذه القاعدة جنسية المسلم عقيدته هي إسرائيل للأسف إسرائيل والمفروض أو ما يسمى بإسرائيل المفروض هي تكون عقيدتنا إحنا كمسلم المسلم وأخو المسلم بل حتى في حديث تجاوز من مرحارة الأخوة إلى مرحارة العضوية مثل المؤمنين في توادهم وتروحمهم وتعطهم كالجسد الواحد مش أخوي لا لا جزء مني المهم قال لأيخ جن الأعز من هالأذل إحنا وريهم إحنا أكربنا بيّنهم أن العز لله ولرسوله وللمؤمنين وكشف هذا المنافق وحذر أن نسير على خطاه وأن نسمع ما يقوله مثل هذا المنافق الضعفين وعلى فكرة الحين كيف نتعامل معهم ما نذكره من صفات المنافقين من صفات المنافقين المعرفة هذه الصفات هي أول خطوة تعرف فكرة مطول الصفات ممكن تتفاجأ أيضا كمان مرة لكن نلقاه فيه كثير مفاجآت هل تعرف أنه حصار أنا مش قصدي شيء ثاني أني يجي طيب كثير ما شاء الله علي وحصار المؤمنين موضوع قديم مركبة مسجلة للمنافقين قلت لك حبيبي ما في أبديت أبديت ما فيه الله عز وجل ماذا يقول عن المنافقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حصار حتى ينفضوا ينهزموا يستسلموا ولله غزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقه هذا الحصار من أساليبهم قديما لذلك لا تستغرب أن تقرأ بعض الآيات وقل أنا هاي آية حفظها وأنا بالصف السابع ليش كني أول مرة أسمعها هذه من عجائب القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه لكل حادثة يأتي لها حكم ويتجدد مع الزمان هذا الحكم وتطبيقات هذا الحكم نراها بأعيننا سبحان الله العظيم من أساليبهم فكرة الأنانية ترى حين ذكرت نقطة هاي الله عز وجل قال عن المنافقين وقد أهمتهم أنفسهم فكرش إلا بحاله أنا عايش في أمن وأمان مرتاح خلص بكثيني أمن وأمان عايش ما فكر لي بنفسه مبروك عليك يا طيب صفات المنافقين أحسنت ما شاء الله عليك تخز العين فرحان بحالك فرحان بخيبتك وإنت بتحكي أمن وأمان عندي وأخوانا بتقتلوا لو كان عندك عقل عرفت أنك لست في أمن ولا في أمان أنا إذا أخوي بتقتل أنا مش في أمن وأمان أنا لو ابني بتقتل أنا لست في أمن وأمان أنا لو جزء من بلدي وبلاد المسلمين واحدة الكرك كغزة كالضفة كالإسكندرية كلها واحدة وما فرقها إلا نتنو هدوث سايس بيكو فلفكرش إلا بحاله فكر حاله ذكي والحمد لله إحنا أحسن من غيرنا وإنت بش أحسن من غيرك أنت قم بتحكي كلام منافقين ما شاء الله عليك فهذه من صفات المنافقين وعلى فكرة قد أحيانا ممكن بعض الدول سويتها مرة رفعوا شعار خيركم خيركم لأهله حديث صحيش حديث العين والرأس شو مش عاد بك لا يكون العمى أخي لا حديث حديث تماما بس الحديث هذا ماذا استخدم استخدم حتى ما حد يساعد الأخوان المجاهدين خارج البلد هذه ما حد يكون نشاطات دعوية خارج البلد خارج مش البلد خارج سايس بيكو استخدم هذا الاستخدام السيء فلا تغرر أنك جمال العبارة ولا صدق العبارة إنما انظر إلى مقصود من قال هذه العبارة زي ما قربنا عن اليهود يهو الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ترى كلمة راعنا قلوا انظرنا من معانيها يعني شبيه معانا انظرنا ترى لكن لما استخدمها اليهود استخداما سيئا راعنا من أرعا من أحمق الله قال لا 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 استخدمهاش استخدم كلمة ثانية فعشان هيك لا يغرن صراحة جمال العبارة ولا صدقها إنما ننظر إلى مقصود صحيبها وما الذي يدعو إليه كم من كلمة حق ما أريد بها إلا خالص الباطل الله يعافينا فالنقطة الأولى أخي الكنيم في موضوع كيف نتعامل مع المنافقين النقطة الأولى أن نعرف أساليبهم يعني هذا البودكاست النقطة الأولى يعتبر فإذا عرفنا أساليبهم صار في عنا حاجز بيننا وبينهم الحاجز الأول في هناك أمور أخرى نعم عدم طاعتهم ما بنفع أنه الله يعني نطيع من قال فيهم الله عز وجل ولا تطيع من أخفلنا قلبه وعن بكرينا وين سمع طاعة ما في سمع طاعة لا طاعة لهم في قوله تعالى ولا تطيع الكافرين والمنافقين الله بحكي ولا منافقهم مش ما تخلهم قادة ولا سادة على فكرة لن تجد النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم في تاريخه وضع منافقا أميرا ما فيه ما فيه فلا يسودوا أيضا يعني لا يسمعوا لإعلامهم أحيانا إعلامهم يكون في عبارات براقة والرسول قال إن من البيان إلى السحرة وربنا قال عن بعض المسلمين فيهم خير لكن ما انتبهوش قال وفيكم سمعون لهم سمعون نعم بسمعون لهم بتأثر كلامهم للأسف بلدنا بلدنا بسي يحكي زيهم ما لك يا رجل يهدى فالحل ألا تسمع لهم وأن تنتبه لمكائدهم حتى ما تقع في 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 حبائلهم أيضا أمر آخر من الأمور التي يعني تعامل معها في موضوع المنافقين أن كما قلت أخالفهم أو أجانبهم ما أكون معهم ما أكون فيه حتى في مجالسهم ترى إن استطعت ما أكون في مجالسهم الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي لايك مشكلة ترى تحط واحد منافق قد يكون كتب مشهور كويس أنا فروض ما أحطوش لايك أنا قعب أسوق له صح هنا أجاد لكن في أماكن أخرى أساء وبالغة في الإساءة فليش يسوي لدعاية فأحذر أنا الصلاح من مجالسهم أو من تأييدهم حتى فيما في الصواب الذي قالوه لكن تريد قعب أسوي تدليس هو أفضل هنحكي صواب هو هنحكي كلام كويس هنحكي ليش بيحكي كلام كويس كلامه الكويس هو سنارة بسيط فيها كلامه الكويس هو 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 الميك أب من صاح التعبير أو الفوتوشوب اللي بغير فيه شكله حتى نخترق صفوفنا فحتى لو قال بعد ما تأكدنا أنه منافق بدلاء الواضحة حتى لو قال كلمة صحيحة ما يقول الله أحسن ما شاء الله عليكم تخليه صلاح الدين هتدفع ثمن غالي هذه يا أخي الكريم من الوسائل التي يجب أن نتعامل فيها في ملف كيف نتعامل مع المنافقين والله عافيني يا رب العالمين والآن طبعا المنافقين قد تكون عبارة عن قناة ترى منافقين هذا اختلاف بسيط أي نبي صلم كان المنافقين عبارة عن رجال لحين الرجال وقنوات ما شاء الله تعرف قنوات قنوات عبارة عن ناطق رسمي بسم المنافقين فرود يسموها قناة وبيبنا سألول دكتور أنت أريد أن أسألك سؤال هذا نرجع لموضوع الأسريب ذكرت سؤال معين تقليل هو شو سبب إصرار المنافقين على نفاقه يعني تجد أنه مصر على الرغم من أنه مكروه يعني مكروه من أهل السماء وأهل الأرض يعني معروف ولكن يصر على نفاقه شو السبب شوف السبب أن المنافق الله يعفونا يا رب من شدة مخازعته لنفسه من شدة مخادعته لنفسه وصم أذانه عن سماع الحق بصدق يصل لمرحلة زي المثل اللي بحكي كذب الكذبة وصدكها الله يشبهك عنهم في سورة البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أن نصلح ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ليس ما يشعر عفوا هو مسكين ما عرف الحق وكان بده الحق ما عرفش لا لا وصمئتنا عن الحق حتى تلبس بالباطل يتلبسا صريقنا حاله أنا على الحق بعدها وإذا قيلهم آمنوا كما آمن الناس قالوا عنهم كما آمن السفهاء هينقطينا فكرة في أسليب هاي من أسليب ترى الأهل الباطل السخرية من أهل الحق السخرية من المجاهدين السخرية من الدعاء وحيانا عن فكرة بقولك أنا الإسلام عن عيني وراسي والله ما أتكلم كلم عن الإسلام مشكلتي مع هذا الداعية مع هذون المجاهدين مع هذون المقاومين مش مع الإسلام والمسلمين طيب ليش إحنا عرفين بكرة الإسلام ومسلمين ليش بحكي أنا بهاجم الدعاء والمجاهدين السبب لأنه إذا هاجم حملة الإسلام فقد أسقط الإسلام إذا هاجم المجاهدين الذين يدافعون عن الإسلام في ظنه سقط الإسلام واستبيح الإسلام فليش أنا أهاجم الإسلام مباشرة والناس هتزعل مني كيف تتحكي على القرآن غلط مثلاً لا لا مش هحكي أنا مع القرآن لكن ضد حاملة القرآن القرآن ترى كريم فهيكرا سكر هذا الباب بإحدى الغزوات مما قال أبعض المنافقين قال ما رأي إدنا القراء القراء النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا يجلسوا عندهم صلى الله عليه وسلم ويتعلموا من القرآن صلى الله عليه وسلم قال أجبنوا الناس أكثر خسروا الناس بطوناً أو أكبر الناس بطوناً وأجبنهم عند اللقاء ما سبوش عن نبي طرح ولا سبوش عن الإسلام بس هاجموا حملة الإسلام الله ما مشارهم إياه قال عزم القائل ورئ إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم بتستهزئهم لا تعتذروا الحكم قد كفرتم بعدين هذا الأمر إلعب غيرها غير مقبول فيا جماعة الخير راجائي للجميع إذا إنسان ليل نهار بهاجم الدعاء بهاجم المجاهدين بهاجم المقاومين ثم يقول أنا مش ضد الإسلام هذا يقدم هو ضد الإسلام بحرب ضروس لكنه يريد أن يبرر نفاقه بمدحل الإسلام ويقوم بعمله سيء في إسقاط حملة الإسلام حتى يسقط الإسلام بإذن تعالى أن يسقط في نفس الآية على فكرة نفس الآية الآن قالت عن البقرة الله عز وجل ذكر إشي عجيب مع المنافقين تذكرني في محكمة صراحة ما لاش يعني عن المنافقين بحكي أنا مش عن غيرهم ترى نفسي ما حكيت عن النصار والصليبيين لا لم أحكيت أنا بحكي عن المنافقين الله يش حكي عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمن إذا لقوا الذين آمن شو سووا قالوا آمن يعني لما يشوف المؤمن أنا معاك أنا مع قضيتك أنا ضد المذابح أنا ضد المجازر أنا في المحكمة لا هاي وقف معاك ها لكن زي ما حكيها دين سروس دين سروس بمعوث أمريكا سابق حكي يعني قابلت كثير من الدول العربية وكثير منهم كان يعني قال ابن عباس شياطينهم اليهود قال ابن عباس شياطينهم اليهود ها إيش قالوا قالوا إنا معكم إحنا بتحت الطاولة معاكم يا جمعة خير مش إحنا منسهل ومنحاصل ومنحارب إحنا معاكم يا جمعة خير قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يعافينا يا رب العالمين فمن أساليبهم إظهارهم أنهم يقفون مع قضايا الإسلام والمسلمين وفي الحقيقة إنا معكم إنما نحن مستهزئون طيب دكتور يوجد هنا كثير يعني إحنا كنا نحكي بنقطة برضو التعامل مع المنافقين قد يعني في عنا علماء تمام هؤلاء العلماء يعني بفتوا فتاوى ظلم وزور وبهتان فلما يجي بعض الأشخاص بدهم يردوا عليهم أو يتعاملوا معهم بحكي إنه هذا عالم فأنا كيف بدي أرد عليه فكيف برأيك ممكن نتعامل مع هؤلاء العلماء يعني كما يسموا أنفسهم شوف الحمد لله وعليسي عندنا كهانوتية في الإسلام يعني مع الناشو والله مش مسموح حدا يقرأ القرآن ويفهمه ولا إلا يكون عالم وبحر في العلوم مش شرط خاصة لأن أتكلم عن القضايا الواضحة في قضايا فقهية دقيقة بحاجة العلماء في قضايا واضحة هذول العلماء وقد يكون عالم لأسف عالم بس عالم سوء يعني ما تحكي لا هو مش عالم عالم بس عالم سوء عندما تراه يبرر أمور تناقض أصول الشريعة أصول مش ما فيها آي ولا آيتين يبرر مطاردة المجاهدين يبرر التصفيق للظالمين هذا مش خطأ بسيط هذا مش خطأ بسيط يحتاج إلى أسان عالم حتى أعرف أنه هذا خطأ لا 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 يحتاج إلى عالم مش بس ألة دقيقة هذه طبعا كان هذا حاله خاصة أستاذ معاد إذا تكرر منه هذا الأمر ديدنه ما بصحاش إلا على الطعم بالمجاهدين والتصفيق للظالمين من كان هذا ديدنه هذا عالم سوء وقد يكون للأسف مشروع من مشاريع المنافقين بس لحظة شوية يا دكتور أيمن أنت شوية كبرتها شوية عالم ومنافق هد اللعب شوي يا رجل ربنا ذكر في القرآن الكلم عن رجل يعني كان يقال عنده اسم الله الأعظم وانتكس وذهب بل ربنا قال عنه فمثله كمثل الكلبي اللي تحمل عنه يلهث أو تتركه يلهث وصف شديد لهذا الإنسان وربنا قال عن بعض أهل العلم مش قال عنهم كمثل الحماري يحمل أسفارة هذول العلماء بالشرطين اللي حكيت لك إياهم تكلم عن أمور واضحة في الدين وبيخبص فيها وبعارضها ثانيا ديدنه ذلك ديدنه كذلك كلام عن نقطة هذه هذا عالم سوء يرد عليه ويحذر منه ونتقرب إلى الله بالتحديد الله عافظ يا رب آمين آمين إحنا كنا نتكلم بداية عن الربط بين غزة وبين النفاق وهل فعلا في عراقة بينهم وهذا أصلا لسه نتجنا أنه في عراقة قوية طيب ليش النفاق ما إلو الكلم العليا في غزة أول شيء يعني لله درهم يعني أهل غزة كما قال في مثلهم يقول الشعر إني لأشهد أنهم من كل بتار أحد يا طالما خاضوا الصعاب وطالما هبوا وشدوا لله درهم وعلى الله أجرهم السبب أن سببين رئيسية في أسباب ثانية أكل سببين رئيسيات السبب الأول أن غزة ساحة جهاد والجهاد يعني يضيق على المنافقين يمسي في جهاد ومناس يفتحين عينهم طبعا ناس يفتحين عينهم المنافق يشعر حاله تحت الرقابة والمراقبة وكذلك فلا يخرج ولا يتصدر حيروح فيها على طول بيروح فيها هم عليت حيروح فيها على طول فالجهاد يظهر المنافق ويجعله تحت الرقابة ثانيا في غزة ما فيه بالله مباهي دنيا كثير صراحة أقول لك إياها يعني والمنافق من أهم أسباب نفاقه مرض نفاق تأثيره أو إثاره الدنيا على الآخرة غزة وضحهم صاحب عليهم حصار من زمان على المحصار فما فيه إشي كثير يغري إنه واحد المنافقين يتكاثروا في غزة الدنيا اللي بدك إياها مع الناس فيها دنيا حاليا لدينا رباط وجهاد وصبر واحتساب وقرآن الكريم اللي بدك إياك موجود في مكان ثاني فلهذا الأمر يقل النفاق في غزة لأن سبب النفاق الأساسي لو حب الدنيا ليس له سوق هناك ولله الحمد منه إذا بدي أضيف سبب ثالث أنا قلت أهم سببين هذول إذا بدي أضيف سبب ثالث هناك ناس من أهل الجهاد عيونهم مفتحة عندهم خبرة عريقة في كشف المنافقين من سنوات هذه كمان داهية على رؤوس المنافقين الله لا يرفع لهم داهية شاء الله آمين دكتور أنت خوفت من النفاق يعني ذكرت لنا سليب وصفات وخطورة فكيف إحنا طيب بدنا نوقع أنفسنا من النفاق كيف نقي أنفسنا من النفاق أولا أول نقطة أول خطوة أن نعرف أن النفاق خطر ونخاف على أنفسنا من النفاق في أضنف البخاري يقول ابن أبي مليكة أتركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم من النفاق صحابة بقول لك أنا خاف عن نفس النفاق فهذا من يدل على شيء يدل على أننا أحوج أننا نخاف عن نفس النفاق من الصحابة الكرام أحنا أحوج منهم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر حتى الحسن المصري يقول ما منه النفاق ما منه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن هنا استراد بس شوية أحيانا بعض الشباب إذا تكلمناه عن موضوع الإختراط وغض البصار فهي يجيب بجواب لا أنا عندي ثقة بنفسي عندي ثقة بإيماني وعندي ثقة بثقة هذا جواب مش بس مغلوط هذا جواب معكوس منكوس أنت إذا عندك إيمان وورع وتقوى حتخاف أكثر من إطلاق النظر حتخاف أكثر من الإختراط يا ابني إذا كان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام إذا كان يوسف عليه السلام يقول نبي بالنبي بالنبي كمان يقول وإلا تصرف عني كيدهن يعني كيد النساء إذا ربني ما صرفتني عنه أصب إليهن وأكم من الجاهلين يعني بميل وبسير بنحرف وهو يوسف أنت يا ابني اللي دوبك بيصلي أربع ركعات أربع ثواني مش عارف وضوء غير وضوء تحكي لي أنا واثق من نفسي أنت مش واثق من نفسك الشيطان بضحك عليك أنت واثق من شيطانك فهذه النقطة الأولى الأساسية أن يخاف الإنسان على نفسه من النفاق طيب كيف أخاف من نفسي من النفاق النقطة اللي حكيناها أول سؤال سؤال الثانية خطورة النفاق إذا شعرنا أن النفاق خطير آه نعم ساعتها أنا حخاف من النفاق وذي ما قلت لك يعني في آية وفيكم سماعونا لهم تخوف هذه أنا أحقد أنزاح نحو النفاق شوي شوي أنا مش داري ليش سماع لأهل النفاق الله يعافي نوعا فيك هذه النقطة الأولى أعرف خطورة النفاق النقطة الثانية إيش السبب الرئيسي في النفاق حب الدنيا عكسه الزهد الزهد باختصار يا أستاذ المعاد الزهد هو أن وازن بين الدنيا والآخرة فتكون بوصلتي نحو الله والدار الآخرة هذا الأساس أنا تركيز أنا عارف حريف في قاعة امتحان طب أنا في قاعة امتحان عندي والله قلم وورقة كويس مجرسك إنك ورقة وقلم بس تنشغع عن الامتحان بالقلم اللي عندك تطلع اللي عليه والبرائي اللي عندك والآل الحاسب اللي عندك عندك امتحان يا رجل القلم وجد أجل الامتحان مش وجد شي تطلع عليه حترسب فمن كان هذا حاله عرف أن البوصل اللي عنده الآخرة ما ضره ما معه من المال مضروش عبارة بحكوها بعض الناس أنا محبهاش صراحة العبارة هي الزهد هو أن يكون المال في جيبك لا أن يكون في قلبك طيب مو شرق اللي يكون في جيبك ترى قد يكون أنا زاهد معيش من المال يعني عادي يعني حرصك على أن المال لازم المال يكون معاي في جيبي وتخل بقلبك أصطر لأنه لو لأنه قلبك مال للمال وصار بتعلق به لما كان عندك حرص أن يكون بجيبتك فلا لا لا أنا في موضوع المال العبارة أوصحة ذكرها بتيمية قال كل ما يقوله يقوله عن الآخرة بالهيق عن الآخرة لا أدير بالي ما بالهيق ما في إشكال طبعا هين بظل في اختبارات عملية لو والله الحمد للربع من أنا الدنيا مش مش في قلبي طب شو عبادتك شو دفحك للمال للفقراء للمجاهدين شو بسوي أنت قاعد وين تركك للشهوات وين تركك لا لا بس أنا قلبي ممتد تعلق بالآخرة أنت كل أفعالك تدور على أنك متعلق بالدنيا فسوي واحد فينا حال واختبار ليتأكد هل هو من طلاب الآخرة ولا من طلاب الدنيا في سؤال طب افرض أنا والله باشتهت في مضوع المال عشان أصدق منه فعلا بأخذ بالصدق عندئذ لم يعد هذه دنيا بل أصبحت من طلاب الآخرة بل من المجاهدين سبيل الله بالمال شوف الصحابة شكاين يسوه حديث صحيح كان أحيانا بعضهم الصحابة رضي الله عنهم يحتطب على ظهره أو يحمي على ظهره يروح السوق بيش تغل ليش؟ هدفه الأساسي أن يجمع مالا فيتصدق هذا طلاب دنيا ما آخرة كثير من الناس يقول لك طب هيا يا أخي عثمان هيا عثمان بن عفان يا أخي بتحكوا عنه وكان غني وكان ماشي أنت نظرتك لعثمان نظرة منقوصة أنت ما أخذت من عثمان إلا ما العثمان هل أخذت جهاده؟ هل أخذت قيامه؟ هل أخذت إنفاقه في سبيل الله عز وجل؟ لا أخذت فنظرتك لعثمان نظرة منقوصة أحمد نحب السؤال الرجل يكون عنده مئة ألف أن يكون زاهدا؟ قال نعم بشرط ألا يحزن إذا زادت ألا يفرح إذا زادت ألا يحزن إذا لا قوصت يعني مش فاهم كثير مع مفارقة عند إذن أنت تكون زاهدا فقه الزهد يا أستاذ مواذ في السنوات الأخيرة العشر الأخيرة يكاد يكون مهجورا على المنابر للأسف للأسف مهم جدا أمر آخر في موضوع الوقاية أن تكون مصاحبا ومؤيدا ومناصرا لحملة الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أنت إذا كنت مع الصادقين هذه من الوقايات لك من النفاق والمنافقين إن شاء الله بإذنه تعالى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية الغنم التي تكون لحالها ذئب تشاطر عليها عندما يكون بين إخوانه يكون الأمر أبرك كما ورده بالحديث الشيطان مع الواحد وهم من الاثنين أبعد وهم من الثلاث أبعد إلى آخرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فملازمة الصالحين والأطقياء والمساعدتهم ومساعدتهم من أسباب الوقاية من هذا القتال والمرض العضال الله يعافينا ويعافيك في المقابل أبتعد عن أهل الضلال أبتعد عن ما كنت مجلس معهم 24 ساعة سأتأثر والصاحب ساحب مشكلة والمرء على دين خليله فأنا لازم أني أنتبه لهذه القضية هذه أني ما أكون له مصاحبا وموادا كن بيني بين الحواجز والحواجز الدفسية على الأقل ربنا عندما قال في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم أبناؤكم إلى آخره ممكن بقر ثمان صفات حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله مسحب بالله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله عندما قال هذه الآيات أقول لك حط حواجز في سورة المجادلة أو المجادلة لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآيات حاجز النفسي ضروري يا سيد مهاذ حتى ما نتأثر بالمنافقين دائماً باكل معهم بطلعهم باجي معهم والله يا أخي حتى تتأثر فيهم يكفي يكفي أنه ألفت ألفت سماع كلامهم النفور من هذا الكلام القبيح سوف يقل عندك إنكار المنكر سوف يقل عندك للأسع هذه أيضاً من الوقايات في موضوع كيف أقي نفسي من النفاق أمر آخر الدعاء الدعاء يا أخواني عن السلاح المؤمن مهم جداً الدعاء هذا قبل وبعده أثناء في كل شيء قبل وبعده أثناء يجب أن يكون الدعاء حليفاً لي وتعرف القلوب بين أصبعين وصاب الرحمن وقريباً كيف يشاء فلابد أن يكون عندي دعاء حتى أقي نفسي من حفر النفاق والمنافق أيضاً التعرف على صفاتهم أنا ما أعرف صفاتهم بقدر أبتعد عن صفاتهم حتى لا أكون مثلهم الصفات أحياناً إذا إذا يعني اتصفت بها شوي شوي القلب بنزح نحو النفاق فأعرف صفاتهم وأسيلي بهم حتى أتجنبها فلا أكون منافقاً هذه من الوقايات الضرورية صراح في موضوع النفاق كيف أقي نفسي من النفاق حتى لا أكون منافقاً وأنا لا أتري حتى لا أصل إلى مرحلة وهم لا ألا أنهم هم لافقون ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون نصل مرحلة وأنت لا تعلم نصيب الصلاح طب دكتورنا إحنا كنا قبل شوي نجيب أمثلة من القرآن والأحاديث من السيرة طب يعني ممكن نعتبر أن تدبر القرآن الكريم وقرأت آياته ب خلينا نحكي بفهم سليم وأيضاً فهم للسيرة هل هذا برضو من المعينات على أن الواحد يقي نفسه من النفاق هو ملاحظتك الطيبة يا أستاذ نعاد هو ما قصدته عندما قلت نعرف صفاتهم كيف نعرف صفاتهم نعرف صفاتهم من القرآن الكريم آيات سورة التوبة سورة الحشر في سورة النساء أيضاً نقرأ هذه الآيات على فكرة لو قرينا من الضلال ترى بس من الضلال نتحكي من غير الضلال قرينا ما ذكره سيد عن المنافقين في موضوع عند تفسيري لهذه الآيات ستكون عندك الصورة واضحة أمامك كالشمس في ضوحاها والقامر إذا تلاها والنهار إذا جلأها واضحة جداً لكم عندك فنعم شوف السيرة عندما تقرأ السيرة إحنا كثير من الناس على فكرة وأنا شفت عندما يدرس السيرة يصل عند المنافق وأعمال المنافقين بحكيها بسرعة تك 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 ليش بسرعة اسمع هنا بدك الوقوف إجباري هنا يافطت قف الوقوف إجباري ولا سيد في مخالفة فلا وقف عندها وتأمل وسقط على الواقع اسقط على الواقع الآية القرآن الكريم لم يأتي لكوكب آخر جاء لكوكبنا ونرى بأعيننا فآيات القرآن الكريم وقراءة تفسيرها وأسباب النزول ترى ترى نزول جداً مهمة صلاحة أسباب النزول وترى تفسيرها وكذلك السيرة النبوية وما حدث فيها من من أحداث ببطولة المنافقين جداً مهم جداً مهم ترى أبينا سلول الله يعفين يا رب الرجل الرجل في يعني وصل فيه الأمر إلى الطعن بعرض النبي صلى الله عليه وسلم يشك وبعض الصحابة الأخيار بعض شوف يكون سماعون لهم بعض الصحابة الأخيار يقول لك شو خضرة النفاق يا أستاذ معاذ صحابي وطيب وقع في هذا الخطأ وعرض وتكلم بما لا يليق بما لا يليق بعرض النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ما انتبه وقع بالفخ وعلى فكرة يمكن واحد يسأل سؤال هنا سؤال جداً مهم طيب النبي صلى الله عليه وسلم ليش من قسقص المنافقين المال لم يقضي على المنافقين قضاءاً مادياً ليس سؤال ملتك سؤال ملتك العرب هناك فيه أسباب السبب الأول أن كثير من المنافقين كانوا يستخدمون أساليب غير صريحة في حرب الإسلام والمسلمين فإذا مثلاً تعرضوا إلى محاكمة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم تمام بيطلعوا منها يعني مثلاً أعطي من مثال يعني هذا الصور يعني أراد أن يطعن مثلاً بعائشة رضي الله عنها ما بالتهمة اتهام صريح لا يا جماعة الخير إحنا شفنا عائشة راجعة وحدها مع الرجل ولا يتكلم كلمة بس واضح تلميح السيح تلميح السيح واضح أنا عم بقول تأسيب المثال فبيجي مسلم قد يكون طيب سماع متعجل ويقع بالخطأ آه ليش يتكلم كلام لا يلي فهذا السبب الأول أنهم كانوا يعني يخفون عدائهم وإذا مسكوا واحد يا رسول الله هذا فعل كذا الحل سهل والله 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 سهل ثلاث حلفات أربع حلفات وتصدق إياها عادي فكانوا طبعاً إذا تعرض بينا مع بينا خلاص ما في تهمة أنا بقول أنك أنت حكيت هيك أنا بقول أنت أنا بحكيتك هاي يمين كمان هاي يمين وما في شهداء آخرين خلاص محكمين بيطلع منها لكن بظل لك تحت المراقبة حتى لو طلعت منها محاكمتك بظل لك تحت المراقبة هذا السبب الأول سبب الثاني بعض المنافقين بعض المنافقين كثير من الصحابة ما كان عارض أنه منافق لسه حتى عمر قطاب لما قال دعوني أقتل هذا المنافق عضوني يقصد عمر قطاب عبد الله بن أبي بن سلول صحابه الناس بره وبعض الناس جوه ما يفهمينه هذا المنافق فالنبي أخر هذا الحكم لأنه في مصطحة كبيرة مترتبة على تأخير هذا الحكم وقد يكون بعض الناس من الصحابة يقع بالكفر مش يقع بالكفر يقع بخطأ كبير ويقع في المسلول تعصبا ممكن يقع يعني تعصبا مش كفرا تعصبا لقريبه ممكن يقع بذلك فلهذا الأمر النبي صلى الله أخر هذا الأمر حتى يزيد الإيمان أكثر في ترسيخا في قلوب أصحابه وحتى يزداد كشف المنافقين تر منافقين في آخر عهد النبوي كانوا قنائل منهم من تاب منهم من مات منهم من كشف الماء الذي يرفض المنافقين توقف تقريبا جفف النبي صلى الله عليه وسلم وقعا الكريم منابع المنافقين والنفاق رضي الله تعالى بخصوص الوقاية أيضا من النفاق كنا حكيين أنه إحنا ما بدنا نختلط بالمنافقين خلنا نحكي أو اللي ممكن يخلونا ندخل بالنفاق فهل أحيانا مثلا زي في غزة طردوا المنافقين فعليا من غزة فهل أحيانا هذا الأسلوب هو فعال برضو في إنهاء النفاق والوقاية من النفاق للشعب اللي موجود في مكان معين المنافق امتبت نفاقه وإحنا كنا يعني في حالة الحكم يعني نحن ولاة الأمر نحن ولاة الأمر الشرعيين ها نقول نحن ولاة الأمر الشرعيين الذين يحكمون بالشرع أنا أفرض حاكم شرعي أحكم بشرع الله عز وجل بمعا هذه نقطة مهمة عندما النبي صلم قال اسمعه أطيعه وإنتمر عليكم عبد الحبشي يقودكم بكتاب الله كلمت بكتاب الله كثير من الناس ولكنها موجود بحديث صحيح لا موجود بحديث صحيح يقودكم بكتاب الله الهدى شوية المهم فإذا ظهر النفاق يقام عليه حد النفاق حد الردة أو التعزير حد الجسوس كما قال بعض العماء الجسوس يقتل خلاص صال علمي طردهم قد يكون طرد أنا مش قادر أقيم عليه الحد أنا شخصي قادر أقيم على الحد قادر أطرهم بره أطرهم بره ما فيش كال في ذلك إذا مش قادر المهم أن أقطع دابرهم أقطع شرهم عن المسلمين هذا جدا مهم فيه كتب معين بتنصحنا لقرائتها مثلا في بخصوص الوقاية من النفاق بداية أنصح في تفسير آيات الجهاد وآيات النفاق كما ذكرها مثلا كما قال قطب رحمه الله هذه واقعة رائعة فيه كتاب صغير وهو كتاب على فكرة هو اسمه حمود أظن حمود التاميم اسمه أحوال المنافقين مع الجهاد والمجاهدين صراحة متوب عليه قويس ذكر شو صفاتهم كيف يشتغلوا فيها صراحة هذا كتاب بل هو كتاب أنا أنصح به ما قلته عن تفسير آيات النفاق والمنافقين وبعض من كتب في السيرة النبوية وركض عن موضوع المنافقين فيه كتب هناك فقه السيرة تكلمش عن موضوع المنافقين جلّه بشكل قويس صراحة هذه كتب ينصح بها إذن الله نسأل الله وليش أن يعافينا وإياكم من النفاق دكتورنا الحبيب بدنا تقترحلنا عنوان للحلقة عنوان لهذا البودكاست شوف أخي الكريم طوفان الأقصى عمل الجهاد كبير وعظيم كان من آثاره لأنه عظيم أن حرك طوفانا محاكسا ليقاومه ليبطله ليهزمه وإن شاء الله لن يكون له ذلك والبودكاست الذي نحن تكلمنا فيه الآن هو ليساهم في إبطال كيد المنافقين فأقترح أن يسمى هذا البودكاست طوفان المنافقين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا